بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ديكم يا شباب عاملين ايه? معكم زينة بوسيمة فرقة يا طب ببانها. هنتكلم النهاردة على جرات ايه الانر في الهيد ادنك. هناخد فيها جزء من النيزل كافيتي وهناخد جزء اجزاء من الماوس. واجزاء برضو من ايه? في الارنكس والتراك ايه. كمام? فقبل ما نتكلم على الجرات نفسها عايزين نشرح على الدياجرامات كده حاجات من اللي هنقابلها في الجرات. لو خدنا ده اول جر كده اتكلمنا عن النيزل كافيتي. يعني لو خدنا اول جزء منه اللي هو النيزل كافيتي ده وتكلمنا عليه. هنلاقي فيه ايه? هتلاقي ان انت عندك اول حاجة عندك تلاتة كونكة. نعم? على اللتر الول سوبيريور ودي الميدل ودي الانفيريور. تمام? ودحت كل كونكة منهم في سوبيريور ميتس ميدل ميتس انفيريور ميتس. طيب. بيقول لك الميدل كونكة دي هي تحتها ميدل ميتس. تمام? اللي هو الجزء اللي تحسه مززلل ده ده الميدل ميتس. لو كمله قدام كده ففيه حتة هنا بتبقى دي بريست برضو. مكملة مع الميدل ميتس. بس قدام شوية الميدل كونكة يعني. دي بيقوله عليها الاتريم في ميدل ميتس. تمام? اتريم احنا عارفين ان اتريم ده يعني انت احنا عارفين الاتريم بتاع الهارتي مسلا. ازين. هو عبر عن تجويف. خلاص فالاتريم اللي في النوز ده حتة دي بريست جوية يعني. مكملها مع الميدل ميتس كده. بيقوله عليها الاتريم في ميدل ميتس. تمام? دي حاجة مسلا يعني غالبا اول مرة نسمع عنها اللي مسمعناش اللي فالشجارات. آآ هتشوف النوسترل. عندك النوسترل بتاع النوز اللي هي الفتحة المناخير والبستبيول اللي هو المست انتيريور بارته من النوز. عندك آآ كنا قايلين ان السوبيريور آآ او الروف. الروف بتاع النزا الكافتي عبارة عن النزا البون. بعدين فرانتا البون و بعدين كريب ريفورم بليت. وبعدين هنا السلوب ان جواد في السفينويد وجواه السفينويدال اير ساينوس اللي هي دي. تمام? سفينويدال اير ساينوس. ماشي. ايه كمان? في حاجة في النزا الكافتي كده. هنا اسمها الاوديتوري تيوب او الاستيكيان تيوب او فارينجو تمبانك تيوب. هنا قلناش دعوة هي مكتوبة في الجارات اوديتوري تيوب. قناة سماعية. ايه القناة سماعية دي? انت دلوقتي عندك الاير بتاعتك تسمع عن ان الاير مش مجرد الودن اللي بتمسكها من برا دي. ده الودن دي اسمها الازن الخارجية. وبعدين تكمل لجوه على ازن تانية اسمها الازن الوسطى. الميدل اير. اوزن دد جوه خالص اسمها الازن الداخلية الانر اير. تمام? فبيقولك بقى ان الميدل اير دي, الاوزن الوسطى دي فيها قناة موصلة ما بينها وما بين النيزوفارنكس. ليه الحt دي. الفتحة بتاعت القناة دي بتفتح في النيزوفارنكس. القناة دي هي اللي اسمها الاوديتوري تيوب بتوصل ما بين الميدل اير وما بين النيزوفارنكس. طب ليه? عشان الميدل اير دي متقفلة بون. تمام? فأنت دلوقتي عايز تعادل الضغط ما بين الضغط اللي من برا آآ من برا الجسم يعني انت ودنك دي لو دخل فيها هوا بيخش جوه جوه ويخبط في حاجة اسمها طابلة الودن طابلة الودن دي اللي بتفصل الأزن الخارجية للأزن الوسطى فدلوقتي القير درام دي حاجة شفافة كده يعني حاجة حاجة رفيع يعني فاحنا عايزين لو الضغط عليها في ناحية أكتر من التانية يعني هيفرقعها يعني خلاص فدلوقتي انت عايز تعد تعدل الضغط على جانبين دي فبتاع الضغط جاي من برا تروح جايب له ضغط من جوا يزقه وصاده يبقى قد الضغط اللي برا فمن الآخر انت عايز تفتح الميدل دي على برا تفتحها ازاي تفتحها في النزوفرنيكس اللي بيخش له هوا من برا بس كده انت عادلت الضغط على جانبين فده يعني ايه ملخص فكرة دي سبحان الله فالفتحة اللي في النزوفرنيكس دي هتشوفها في الشجارات اسمها الفتحة دي بقى على جوانبها كده في ده ما كان فتحة يعني هي عاملة فتحة وحراف الفتحة دي قبل برا كده عاملة حوالينا الفتحة بنفسها اسمها هتشوفها في الشجارات هتلاقي ده كده الجزء يعني اللي فوق لو قلنا احنا قلنا ان فيها اجزاء في الماوس تمام عندما نتكلم ايه اللي في الماوس ممكن نلاقيها هتلاقي الهارد بلد ده هارد بلد ده اللي هو الجزء اللي كله بون بص انا علمت عالجزء اللي كله بون لو عايزين نغير اللون عشان نوضح ايه بقى السوفت بلد السوفت بلد الجزء ده اللي هو ما فيهوش بون ده الجزء سوفت عبر عمصل تمام واخر جزء خالص اللي هو اللي حتها الترطوفة دي التب كده بتاع السوفت بلد بيقول عليها اليوفيلا اليوفيلا دي اللي هي بتشوفها لو لو انت فتحت بقك وزعقت جامل كده وقلت لحد يقول اه كده قدامك وبصيت في بقه هتلاقي في نص البقه كده بتتحرك هي موجودة على صورة هنا ممكن نشوفها ثانية اهي شايفين دي اليوفيلا تشاور علي اهي دي اللي بتشوفها في نص البقه كده بتتحرك فهي دي جزء اللي هي بتاع الصفت بلت تمام فكده ده يعني ده يعتبر اللي احنا عايزين نتكلم عليه في الماوس قلنا اللي شايفين جزء البون ده جزء البون ده هو ده الهرد بلت والجزء اللي وراه الصفت ده والصفت بلت والتب بتاعته خالص دي اليوفيلا تمام اهي كمان اه جزء كده اللي هو ما بين الماوس وبيقفل الليرنيكس اللي يلا حتة الكارتريج دي اسمها ايه ايه ايبيجلوتس تمام ايبيجلوتس اللي هي لسان المزمور بيه المفروض ايبيجلوتس دي بتنزل كده وساعة البلع عشان تقفل من هنا بحيس ان الاكل ما ينزلش في الليرنيكس لا ينزل في الاسوف جاصل وراها ده تمام وينزل على المعدة بقى اه ايه كمان هنشوف بقى على بقية الصور حاجات تانية فيه هنا برضو في مكونات الليرنيكس انت عندك من قدام هنا ثيرويد كارتليج وقدام وورا فيه كريكويد كارتليج يعني ده كريكويد وده كريكويد بس هما غالبا ايه يعني فجارات مش هور على الثيرويد قدام وكريكويد وورا تمام هتلاقي العلامة اللي قدام دي ثيرويد واللي وورا كريكويد كارتليج اجزاء من الليرنيكس وهنا عندك بيب عندك هنا كده هنشوفها برضو على صورة قدام آآ اللي هي اللي هي الفوكال كورد هيتها لي خلاص كده الصورة دي فيه اصوف جاس هنا برضو ورا ورا التراكية انت عندك هنا الليرنيكس مكملة على التراكية تحت عندك الاسوف جاس هنا هو ورا الليرنيكس تمام? عايزين بقى نشوف ايه الصور البعد كده دي صورة تانية هي نفس الحاجات عندك سوبيريور وميدل وينفيريور كونكا تحتهم الميتس ومع الميدل ميتس قدام فيه الاتريم وفي ميدل ميتس عندك النسترل والفستبيول بتاع النوز عندك ورا في النزوفارينكس فتحة لقناة ما اصالها على الميدل اير اسمها وحواليها معمول بالاحراف بتاع اسمه تمام؟ شاور بس نيعي هنا كده ماشي عندك في الماوس عندك هارد بلت وصفت بلت والمستد التيب دي اسمها اليوفيولا تمام؟ عندك الابيجلوتس وبينزل كده يقفل الليرنيكس فالليرنيكس دي فيه هنا كريكويت كارتلج وهنا ثيرويت كارتلج وفيه التراكية وراها الاوسوفجس وراها ماشي وراها بصوا يعني عامل كأنه شقر لانه بيبقى مصل اصلا فهو متطبق عادي الخط ده كده ماشي في الاوسوفجس بصوا الصرفية ازاي ده كده تمام؟ آآ هي هنا بقى باين اللي بقول عليها شوية اهي بص مشاور عليهم حتى واحد اسمه وواحد اسمه فوكال فولد الفستيبولر ده يعني بيبقى فوق شوية كده وتحته على طول اسفة سنتي ولا حاجة فوكال فولد يعني اتنين فوقوا بعض كده دي اللي هي الاحبال الصوتية لما الهوى بيخش يهزهم كده يديك صوتك بقى اللي انت سمعه ده آآ فدول اجزاء برضو ايه هنشوفها في الجارات تمام؟ كده هنا بقى الصورة دي عشان نشوف ايه انت عارفين ان التونسل دي اللي هي الليواز الليواز ما هيش واحدة هم هم تلاتة لواز تمام؟ واحدة موجودة في يعني في الروف كده بتاعي النيز و فارينكس اسمها الفارينجيال اللي يابله علاج لحمية تمام؟ دي اول تونسل تاني تونسل اللي هم بيستقصلوها اصلاً اللي هي البلاتين تونسل تمام؟ بص ملاحظ ما بين الصفت بالت وما بين الباك اوف تنج تحت الصفت بالت كده دي البلاتين في بقى واحدة تالتة بتبقى وراء الطنج خالص ما بينه وما بين هنا كده اسمها تمام احنا عندنا كده تالية عندنا اللحمية تمام اسمها ادينويت حتى دي الفارينجيال تونسل لانها في النيزوفارينكس اسمها فارينجيال اللي التانية اللي هي لها علاقة بالبلد بالصفت بلد اسمها والتالتة اللي هي وراء الطنج عشان كده اسمها تمام دي تونسل الجميع الصورة دي عشانها تمام كده دي اللي شفناها في التانية ما كانتش واضحة هنا بقى واضحة ايه ده كده اللي اتنين دول كده يعني حتة دي كده حتة دي كده ده اللي هو فوق فاسمه ايه الفورد هو اللي الفوق انما اللي تحته ده كده حتة دي حتة دي وضعب بعد كده دول اسمهم الووكل فولد تلاحز ان المسافة ما بينهم اصلا مش كبيرة اه وهو مساميهم وام ومشاور عليهم آآ بستيبولر فولد وفوكل فولد تمام فوق بعض كده على في بداية اللارنيكس كده عشان لما الهاوي يخش فيهم يحركوا يععملهم فيبريشن كده فانت تسمع صوتك ده يحددلك بقى التون بتاع صوتك وكده فدول اجزاء من اللارنيكس هنشوف برضو فجارات. اهي دي صورة ليهم من فوق. ده الفوكل اهو. والفستيبولار فولد يعني هو باين جنبه بس بيبقى مرتفع عنه ارتفاع بسيط كده عشان كده هتشوفهم فوق بعض. المسلسات دي والخطين دول تمام? احنا كده بصين يعني الصورة دي احنا بصين على من فوق عشان كده شفناهم ايه من فوق. ايزين بقى هنا في الصورة ده ايه? هنشوف اه حاجة برضو هي موجودة فجار واحد. حاجة اسمها الاري ابيجلوتك فولد. حاجة اسمها الفارينجو ابيجلوتك فولد. ايه الفولدات دي? بص. هنا كده دي الاري ابيجلوتك فولد دي. بص يعني اللحظ اتجاهها. ده ده ابيجلوتس. تمام? ده المركز. هنعمل منه ايه? هناخد منه اتنين فولد كده? طالين على قدام والتحت شوية. اسمهم اري ابيجلوتك فولد. تمام? بيجوا من جنبين تنجيب دايرة اقدام تعمل لك اللايه ايه اللارنجيا الأنلت. يعني المدخل بتاع اللرنيكس. اللو اللي انا بظله باللسوت ده كده المدخل بتاع اللرنيكس. مين اللي عمل الا حرفهم بتاعوا و مين اللي عمل الدايرة اللي هي عامل فتحته? الايجلوتس وال اري ابيجلوتك فولد دول اللي طالعين منه. تمام? تمام. دي كده والحاجة. تاني حاجة هناخد من الإبيجلوتس ونرجع الورى والفوق. نعمل حاجة اسمها فارينجو إبيجلوتك فولد. اهي. دي كده ودي كده. رايحين ناحية الفارينجي الول. تمام? يبسكوا فيه. ونحية التنج. رايحين الورى. اه او يعني لو انت بقى ايه. ايه بالنسبة لنا في الصورة دي الورى يعني. والسيار المفروض ان هم كده طالعين لقدام. طالعين ناحية الطنج وناحية الفارينجي الول. عشان آآ عاملين كده الاحراف حوالين بتامي الحاجة اسمها الابيجلوتس فاليكيولا. تمام? يعني احراف كده جنب الابيجلوتس كده مكملة معاه رابطة بالطنج يعني بالباكوف طنج. تمام? احنا قلنا الابيجلوتس ده اللي هو بينزل اصلا ساعة البلع يقفل لك الليرينكس دي غطيها كده من هنا. يغطيها كده 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 عشان الاكل ماينزلش فيها. تمام? فكده احنا عارفنا حاجتين. الاري بيجلوتك فولد ناحية وراء بقى. خلاص خلناها وراء. كأننا بنبص على الشخص من قدام. الاري بيجلوتك فولد دي رجع الوراء وعملت الليرينجيا الانلت. من ناحية بديم من عند الابيجلوتس. والابيجلوتس دي طالع منها القدام كده اللي هي الايه? الفارينجوي بيجلوتك فولدس دي راح ناحية الفارينجيا لول آآ تربط الفاء الابيجلوتس مع الطنج. تمام? آآ بس عشان هنشوفهم في جار واحد. القريب بيجلوتك فولد دي عبارة عن لجام انتو مصل. انما الفارينجوي بيجلوتك دي ميوكاس ميمبري. تمام? معلومة يعني مش مش مهمة قوي بس آآ ازا كنت ادخيلوا شكلهم بس عشان هنشوفهم في الجار. تمام كده? آخر حاجة هنبص عليها بقى هنا في آآ في المعوس الجميل ده حاجة اسمها البلاتو جلوسال ارك. اهو. بعلمه. البلاتو جلوسال ارك ده. اللي هو الجزء ده كله كده. جزء ده كله كده 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 كده. ده كله البلاتو جلوسال ارك. ماشي? طيب البلاتو جلوسال ارك ده معمول بعضلة اسمها البلاتو جلوسس. عضلة كده نازلة من فوق من من سقف البقى كده من البلت نازلة بالطول عاملالي البلاتو جلوسال ارك. ده اللي هو برضو بتشوفه لما تفتح فوقك مش انت شايف اليوفيلا في النص هي? اليوفيلا دي بتبقى مدلية من البلاتو جلوسة الارك هو ارك كده تمام بس تلاحظ في الصورة دي انت عندك ارك اهو تمام وفيه وراه ارك تاني كده كده اهو اهو باين اهو يعني فيه ارك وراه شايفينه اهو تمام ورا اليوفيلا وورا البلاتو جلوسة الارك الارك ده اسمه البلاتو فارنجية الارك ففيه انت كده عندك اتنين ارك في الماوس والاتنين ارك دول مهمين لان ما بينهم البلاتين تنسل اللي هي اللواز اللي بيشلوها تمام يعني ده دي العلامة بتاع اللي وازنها بتبقى ما بين البلاتو جلوسة الارك قدام والبلاتو فارينجية الارك ورا خلاص فانتعرف البلاتو جلوسة الارك ده اللي بيبقى قدام بس يعني هو مش موجود اللي علامة دي جاء الفجار واحد عموما يعني من اللي هنشرح فالبلاتو جلوسة الارك ده هو اللي معامل بلاتو جلوسة اسمصل دي وماسكة فيه اليوفيولا اليوفيولا متدلية من نصه هم كده؟ يعني ده تقريبا كل اللي عايزين نشوفه على الدياجرامات قبل ما ايه قبل ما ننتقل لشرح الجرد انا هو بسم الله اول جر هنبدأ فيه فيه اربع علامات بس يلاك اول علامة بيه شغل بس ايه بقى عشان نعلم كده وانا هو نلاحظ دي اول حاجة اللي هي الرقم بي كمام؟ رقم بي دي ايه؟ انا قلنا ده هرد بلت واللي ورا صفت بلت في رقم بي دي صفت بلت تمام؟ تمام رقم سي سي دي يعني هي العصايا الازاز اللي حطيناها دي مش متبينها بس السي دي مش عور على حاجة فوق السفت بلت على طول خلاص وبتبقى يعني انت كده بصص على اللاتر الول بتاع النوز هي مش بينة بس فوق البلت على طول دي تبقى تمام؟ انفيرير كونكا اللي هي موجودة على بتاع النزل كافتي تبقى فوق البلت على طول هتلاقى في ايه جر كده اسمها الانفيريور كونجا. تمام? انتك رقم اي هنا كده حاجة ماشية بالعرض كده في في يعني اهي هنا اهي. ماشي دي او والف دي حاجة ورا الطانج على طول وطلع يعني طلع الفوق كده. مش يعني حرف طلع كده ورا الطانج على طول. شايفينه? ده تمام? انت ممكن نسهل على نفسنا في أسجارات يعني في حفظها ان احنا ناخد ريجن ريجن كده. يعني نبص هنا ونشوف ايه العلامات اللي عارفينها. نبص على البلت والطنج. نشوف ايه العلامات اللي عارفينها. نبص على اللارينكس. فلو عملنا كده. فكنا بقى من الكي اللي هم حطينه للجار ده. انت عندك هنا علامة الدي دي 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 دي. البي دي دي ماشي علينا. بس عندك الاف اللي ورا الطانج دي. والا اللارينكس دي. تمام?